هو يتمتع بصفات لا يتمتع بها الآخرين بالبداية هو مورجل أزمات دائما بعدين هو رجل سياسي وسياسي قديم ولديه علاقات طيبة مع كل الأطراف إن كانوا الأخوة الكورد أو الشيعة أو نفسهم وراح يكونهم كذلك مدعوم مدعوم من القوة السياسية الشيعية اللي انتخبتها إحنا ما نقول كل الشيعة راح ينتخبونها قطعا لا وضافة إلى هذا راح يكون مدعوم من المكون السني أغلبية المكون السني اللي داخل البرلمان طبعا هذا راح يطي دعم قوي وضافة إلى هذا هو كان رئيس برلمان ولديه خبرة في إدارة البرلمان أكو بعض الملفات نصير صريحين أكثر ما يقدر لا محمود المشهداني ولا غير محمود المشهداني مثل قانون النفط والغاز أنا هذا يعني باختصاصي صار لدورتين في هذه اللجنة هذا قانون سياسي متى يتفق القادة السياسيين على هذا القانون عندنا مشاكل في الأقليم عندنا مشاكل في الجنوب عندنا كثير من المشاكل في هذا القانون وقوانين أخرى مهمة هذه موري دور رئيس البرلمان هذه دور القوة السياسية ودور القادة السياسيين قانون النفط مثلا والغاز هذا واحد مثلا استجواب الوزراء هم قضية سياسية هذه قضية سياسية ما يدر عليها رئيس البرلمان ويجي رئيس البرلمان وليس 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 ولي